اول سؤال وصلنا بيقول ايه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي تلات اسئلة تفضل واحد عال كنيسة الشقة بالليل حرام يبقى ده سؤال من واحدة ست هال كنيسة الشقة بالليل حرام اتنين اما بوس بنتي وهي نايمة حرام لما احجي الجوزي عن اي حاجة بتزع عني من امي ده صح ولا غلط وشكرا لحضرتك يا شيخنا على النصائحك الجميلة بتاعت كل حلقة ربنا يجعله في ميزان حسناتك شكرا لحضرتك اول سؤال هل كنيسة الشقة حرام لا كنيسة الشقة حرام بالليل مفيش اي شيء يدل على الحرمة لا من قريب ولا من بعيد مفيش شيء يدل على حرمة كنيس وتنظيف البيوت بالعكس ده الحديث مطلقة في مسألة ان الله طيب لا يقبله الا طيبة وفي رواية ان الله نظيف يحب النظافة فالنظافة دي بالليل والنهار والصبح وليل كله متاح طيب السؤال ده بقى جمنين بقى لان السؤال التاني يقول اما بوس منتي وهي نايمة حرام لا احنا كده بتدينا بقى ان ندخل في ايه في الوسواس ايوا السؤال ده لابد ان هو يكون جاي من خلفية وسواسية يعني السؤال ده لابد ان هو يكون خلفيته خلفية ايه وسواسية يعني اللي سألت السؤال ده هل كنيسة الشقة بالليل حرام لا كنيسة الشقة بالليل ده امر من الطاعة يعني كنيسة الشقة مطلقا كده دي طاعة لله لان ربنا بيحب النظافة وانت لما تفعلي ده يبقى دي طاعة لله سبحانه وتعالى فكنيسة الشقة فكنيسة الشقة ده ايه كنيسة الشقة ده طاعة لله سبحانه وتعالى طيب حاجة التانية اما بوس بنتي وهي نايمة حرام لا ده رسول الله دي من السنن إن احنا نقبل أولادنا دي من السنن دي سنة رسول الله سلم جاله الأعرابي وهو رسول الله سلم قاعد سيدنا الحسن وسيدنا الحسين على رجله وإن اللي بيحصل وبيبسهم فإن اللي حاصل فجاله الأعرابي قال له يا رسول الله أتقبلوا أولادك إني عندي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قط قال ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك فتقبيلك لبنتك من الطاعات وده تسابي عليه إن شاء الله طيب حاجة التالتة لما أحكي الجوزي عن حاجة بتزع عني من أمي ده صح ولا غلط لا ما تحكيش لجوزك عن حاجة بتزع عليك من أمك لإن بعد كده الأمر ده ممكن ينقلب عليك لكن حول الموضوع ده إلى موضوع عام واسمعي نصيحة جوزك عنه كموضوع عام لأن أنا ما بحبش إن إحنا نحكي على أهالينا لأزواجنا لأن ده وخاصة من في حاجات بتوجعنا عشان هم ما يجوش ياخدوا موقف وبعد كده يتحولوا هم المؤذيين فأنا ما بحبش هذه الطريقة أنت بتقولي لي طيب أنت قلت لي صح ولا غلط فبقولك لا غلط ما تحكيش أشياء اللي بتدايقك من أمك لإيه جوزك لأنه إذا خد موقف وزعل مع أمك أنت مش هتقدر تستغنى عنها لأنها من رحمك لأنها أمك أنت مأمولة ببرها فنيجي بعد كده هي تزعل من زوجك وبعد ما تزعل من زوجك اللي يحصل بقى أنت خلاص صلحتيها وبقيته زي السامنة على عسل مين اللي يطلع سيء جوزك فلماذا ليه تحطيه في الموقف ده فما تحكيش أنت بقى ممكن تسألين أنت بقى أعمل إيه ولا حاجة طيب خطرك دولتتك اللي كان السبب في وجودك وما تحكيش إيه اللي حاصل ما تجيش الزر دي في وجع كانت توجعته وانت في بطنه ونزيك توكل يا الله وعليك بالمسامحة وعليك بالعفو وما تخديش في بالك وان شاء الله كل حاجة هتزول وخلي بالك نصحتي لحضرتك خلي بالك من الوسواسة وخلي بالك من الحساسية عشان احنا يجب عشان نعيش مرتحين نبتعد عن الوسواس ونبتعد عن الحساسية فاصل ثم نعود مرة ثانية عشان نستكمل أسئلتكم مباركة ونجاوب عليها ولكن بعد الفاصل